اشتركوا في القناة وقامت به لجنة مختصة من الوزارة وأظهرت نتائج هذا التحقيق وجود عدة مشاريع معطلة أو شبه متوقفة بسبب تقاعص المرقين العقاريين الذين يشرفون عليها وإخلالهم بالتزاماتهم وعليه قررت الوزارة صحبة الاعتماد من هولاء المرقين المتقاعسين والمتحيلين ووضعهم في القائمة السوداء حيث سيحرمون مستقبلاً من المشاركة في جميع مشاريع السكان والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني كما أكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيلحق كل المؤسسات العقارية سواء كانت شخصاً طبيعياً أو معنوياً في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ويشرفها ولاء المرقون الذين وضعوا في القائمة السوداء على 14 مشروعاً يتواجد في عشر ولايات وهي البوليدة عنابة، قسنطينا، مسيلا، ميلا، تيزوزو، مستغانم، غليزان، البويرة، وجيجل موسيقى اشتركوا في القناة